السيد الرئيس السادة الحضور هنا شرق العوينات شركة تي ان اي شركة استرالية تمتلكها سيدة مصرية لديها اربعون عاما من الخبرة في تصنيع الماكينات الخاصة بالتصنيع وتعبئة محصول البطاطس على مصنع انشئة على مساحة ثلاثمائة وثمانين الف متر مربع بطاقة انتاجية تبلغ 12 طن في الساعة يتابع اعلى معايير السلامة والصحة المهنية ومع كلمة السيد ياجوروريز العضو المنتدب لشركة تي ان اي سيد الرئيس السادة الحضور سيد الرئيس السادة والحضور انه لشرف كبير ان اتحدث اليكم اليوم اولا اود ان ارحب بكم جميعا نيابة عن ملك الشركة ولاسي يمان ناديا تيلور لتفتخر بارستها المصري TNA هي شركة رائدة في إنتاج خطوط إنتاج البطاطس وقمنا بإنتاج ألاف من نظم إنتاج البطاطس في بلدان كثيرة حول العالم ونفق بوجود هذه الفرصة لدعم هذا المشروع في مجال إنتاج البطاطس وأجد بالذكر أن السيد الرئيس قد أوضح التزاما شديدا في هذا الإنتاج في مصر وحمية البيئة في الوقت نفسه وفقا لتوصيات مؤتمر المناخ بوجود سوق صديق للبيئة في هذا المصر نقدم مع شركة أطنان من خطوط إنتاج البطاطس المقلية باستخدام أحدث التكنيجيات حول العالم لتأكد من كفاءات الإنتاج وقوداته فيما بتوافق مع حسن استخدام الطاقة وتقليل انبعثات الكربون في النهاية أود أن أقول أن شركة TNA تفخر بالمشاركة في هذا المشروع وأود أن أشكر رئيس السيسين والحكومة المصرية ومستشاري المشروع والشركاء الاستراتيجيين لإسهمتهم في إنجاح هذا المشروع وحاليا نناقش إمداد هذا المشروع لإنتاج منتجات جديدة من البطاطس والبطاطا وزيادة إنتاج الحاصلات الزراعية ونتطلع إلى استمرار العمل في التعامل الاستراتيجيي مع مصر شكرا لكم